في كتير أشخاص بيحكوا لك أنا عندي مشكلة الابتسامة اللثوية ولكن أكيد بعالم الطب هناك تعريف دقيق لهذه الابتسامة تحطينا عنها شكرا على السؤال دانا الابتسامة اللثوية هي أنه الشخص لما يبتسم الابتسامة الخفيفة قبل الضحك لأنه إحنا منصنف الابتسامة لدرجات رح تبين اللثة أكتر من 2 مليمتر طبعا في ناس الابتسامة اللثوية ما بتبين معهم إلا عند الضحكة الأوية قرضو هذه تصنف إذا زادت عن 2 مليمتر وأكتر فهذه تصنف تحت مسمى الابتسامة اللثوية طب فيه بيكون دكتورة سبب واضح لظهور الابتسامة أو يعني أنه ظهور اللثة أكتر من المرغوب فيه أو المعتاد عليه تمام هلأ فيه كتير أسباب للابتسامة اللثوية نقدر نصنفها تحت المسببات اللي هي ثلاثة أول شيء الاسكليتن يعني الهيكل وهو العظم الفك العلوي والعظم الحامل للأسنان قد يكون هو السبب زيادة في النمو العمودي أو البروز هذا بقيدي الابتسامة اللثوية الأشي الثاني اللي هو النسيج الرخو اللي هي عضلات الشفة عضلات الوجه كاملة الواصل بين الشفة والجزء العلوي من الوجه قديش النشاط العضلي فيها أي عضلات هي اللي بتشتغل أو أي العضلات اللي ضامره والسبب الثالث وهو سبب كتير مهم هو الأسنان قديش الطول السريري للسن بنحكي له قديش الكلينيكل كراون فكل هاي الأسباب الثلاثة تؤدي مجتمعا أو منفردة لظهور الابتسامة مش شرط كل الأسباب مع بعض طبعا طب من أي عمر إحنا بنحكي أنه هذا الشخص عنده ابتسامة لثوية لأنه في مرحلة تبديل الأسنان صحيح حلق كتير فيه أشخاص يعني خاصة هلأ مع الوعي وعي خصوصا نحكي عن الصبايا عادينا عم بنتبهوا لحالهم كتير بيجونا بأعمار 13 و 14 عادينا عم بيحكولنا أنه لما أضحك لتي بتبين طبعا هذا العمر بنحكي من 12 حتى تستقر نمو العدم لحددة 18 وممكن يكون فيه تغيرات كتيرة بشكل العدم مستولدته فهذه الفترة إحنا ما منفضل أنه نعطي تشخيص أنه هلأ فيه عندنا ابتسام لثوية نستنى للـ 18 نستنى بعد الـ 18 حتى نقرر هو بيكون واضح معنا بصراحة من قبل بس إحنا منستنى لحتى ينتهي النمو عشان نتأكد تماما من أسبابها من نشاط العضلات هو طول الأسنان حتى نقدر نعالجها بالطريقة السليمة هل يجب علاجها يعني إحنا نعتبرها حالة مرضية واللبس والموضوع مرات بيأثر على الشكل والنفسية أكتر تمام هلأ فيه غمي سمايل كتير حلوة يعني فيه ناس لما يجوا بتعطيهم هيك كاركتر يعني راح يكونوا مش كتير حلوين يعني نظلنا بوزيتف إذا إحنا عالجنا لهم إياها هلأ مرات بتكون أجرسيف يعني بتعطي انطباع بشوية العدوانية أنا الواحد لما يضحك بتبين كتير لثو الشخص بيكون منزعجة عادة من واحد لاثنين مليمتر إحنا منقبلها ما منحس إنها مشكلة وتستحق العلاج لكن فيه بترجع مريات للشخص نفسه بتحدي لك أنا مدايقة حتى من هدولة اثنين مليمتر فممكن إحنا نعالجها لكن أكتر من هيك مرات فعلا بتكون مزعجة ويعني ممكن نخص اللتيجة كتير أحلى إذا إحنا عالجناها طيب شو بتكون الخيارات أمام المريض؟ تمام هلأ الخيار العلاج باعتمد على السبب هلأ إذا كان لنا السبب مختص به نحكي الاسكليسن أو عظم الفك العلوي زيادة نمو عمودي أو أفقي بالإكستريم كيسز اللي ما منقدر نعالجها تقويميا إحنا يعني مريات بوصل معنا من خمسة لحتى سنتيمتر بتبين من اللثة يعني بتكون فعلا مزعجة مجرد ما هيك المريض بتسمع ابتسامة خفيفة كل اللثة بتبين فهذه الحالات سببها الزيادة نمو الحل هو الجراحة نعمل إشي اسمه إمباكشن يعني عظم الفك العلوي من قص منه جزء يكفي لتصحيح الابتسامة اللثوية ونرفعه للأعلى أو منرجع للخلف إذا كان السبب زيادة نمو أفقي أما إذا كان السبب نحكي هو طول التجان اللي بيكون أصير هدول المرضى ممكن نحل لهم المشكلة عن طريق crown lengthening يعني احنا منقص اللثة هذا يعني بدي أحكي لك المصطلح السهل اللي ممكن الناس هيك تستوعبه هو أصل اللثة لكن هي ممكن تكون جراحة منقص فيها فقط من العظم الحامل للأسنان بدون ما نقص اللثة وبالتالي اللثة رح ترجع تنمو حسب مستوى العظم الموجود نعم فهي احنا منكون حللنا المشكلة لأنه سببها هو قصر الأسنان هنا منحكي القص برضو عن طريق الجراحة نعم عن طريق الجراحة مريات بيكون نمو اللثة فقط ما سيجرحه ممكن نقصها عن طريق الجراحة أو عن طريق الليزر مريات بيكون زيادة في النمو العظم الحامل للأسنان مش عظم الفك كامل فهذا منظر نفتح جراحة ونقيم شوية من العظم وبالتالي لثة رح تلح العظم لأنها هي اللي بتاخد منه التروية تمام إذا كان السبب هو عضلي وأعتقد أنه هذا اللي كل الناس عم تستنى تسمعه شائع أكتر شائع أكتر هو ممكن إحنا نحله عن طريق إشي اسمه مايوموديوليشن مايوموديوليشن يعني التحكم بنشاط العضلات هذا الإشي ممكن يكون عن طريق البوتوكس ممكن يكون عن طريق الفلر طبعا هذه الحلول مؤقتة الحلول اللي ذكرناها قبل هي حلول دائمة نعم مؤقت يعني البوتوكس والفلر لما يروح مفعولهم بزرع مزبوط عادة البوتوكس بيظل حوالي الأربعة أشهر ممكن يكون أقل لأنه إحنا عم نتعامل مع عضلات صغيرة وبالتالي الجرعة أخف لما تكون الجرعة أخف رح تروح المفعول أسرع أما الفلر طبعا وهذا يمكن إشي الناس مش كتير يعني مألوف بينها بتعرفوا أنه الفلر حتى ممكن يتحكملها بنشاط العضلة يعني لما إحنا نحط فلر عند عضلة معين عند منشأ العضلة نعم أو عند مكان ما هي بتدخل للعضلة تانية أو عند العضم هذا رح يعمل يعني حد من نشاط هذه العضلة هذا مفعوله مرات بيكون أكتر من البوتوكس لكن بده حالات انتقائية معينة مش كل الحالات بيزبوط لها يعني مش معقول مريضة عندها امتلاء بالوجه حوالين الفم إني أنا أستخدم لها الفلر ونؤدي لها امتلاء أكتر فهي بدها اختيار الحالة يعني تشخيص دقيق عشان نعرف أشراء الليزر يعتبر خيار الليزر خيار بس حكيت لك إنه إذا كان السبب إنه قصر الكريون التيجان الأسنان سبب وزيادة في نموه للثه لكن كثير حالات بيصير فيها ريلاس يعني ارتداد للحالة يعني يجينا مريض بعد سنة سنة وشوي رجعت مرة تانية من الضريني سريعا دكتورة كيف نحافظ ما بعد الجراحة أو ما بعد العلاج كيف نحافظ إنه ما ترجع المشكلة فيه نصائح معين تمام هلأ بعد الجراحة ما رح ترجع خلاص هي حل جذري وحل نهائي ما رح ترجع مرة تانية بعد الليزر ما فيه إشي المريض مطلوب منه بصراحة يعمله لأنه هي تسلسل طبيعي للعلاج إنه هو بيحتاج هالأدى إنه حتى ترجع لثه تنمو مرة تانية وتغطي بس فيه شغلة كويسة إنه ما رح ترجع مرة تانية للزيرو لين يعني رح ترجع شوي قابي سمايل أخف من المرة الماضية فمرة على مرة ممكن إنه المريض ما يجعي دي أشكرك دكتورة راند خطاري استشارية جراحة الوجه والفكار العافية العافية